وكأن أجهزة النظام ينقصها أدوات لقمع الحرية في مناطق سيطرته ليصدر رئيس نظام تعديلات على قانون العقوبات العام من شأنها إنهاء المساحة المتبقية لحرية الرأي والتعبير بحسب وصف منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تنشر صحيفة الوطن الموالية التعديلات الجديدة وتضيف أنه بدأ العمل بها بشكل فلي بعد إقرارها سابقا ومن أبرز التعديلات التي أشارت لها منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة هي تغييرات في مصطلحات العقوبات الجنائية العادية مثل الإعدام والأشغال الشقة المؤقتة والمؤبدة وهو أمر زاد الغموض حول بعض المصطلحات القانونية التي كانت أساسا تتسم بنوع من الضبابية أولا هذا القانون يعتبر من أخطر القوانين لأنه تضمن عقوبات جنائية على جرائم تمس أم الدولي وتمس وجرائم سياسي وعاحت وضع عقوبات جنائية على هذه الجرائم نصت التعديلات الجديدة أيضا على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين لسد العجز المالي والاقتصادي جراء خفاض وتدهور قيمة العملة السورية بحسب المنظمة تزامنت التعديلات على القانون حسب بيان المنظمة مع إصدار نظام الأسد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما حذرت عبر بيانها من أن القانون يشكل خطرا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها قوانين وتعديلات جاءت في ظل ازدياد نسبة وحدة النقد الذي تتعرض له حكومة نظام ووزراؤها وموظفها في الأونية الأخيرة حول ترد الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته وعدم قدرة حكوماته على تأمين الاحتياجات الأساسية لهم في مناطق سيطرتها من كهرباء ومياه ورغيف الخبز وغيرها فأوجدت العقوبات كحل لضبط الشارع عيوضا عن تحسين واقع صنف كأسوأ الأوضاع المعيشية في العالم